اشتركوا في القناة الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا 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 موضوع الجرامر بتاعه مش هقول صعب ولكن مهم يعني لازم كده تكون مركز معاه كويس قوي بلاش اي حاجة تشتت انتباهك ياريت تسمع الفيديو على مرة واحدة لو كنت متعود تقسم فلا الفيديو ده لازم تسمعه على مرة واحدة يلا بنا نبدأ النهاردة هنتكلم على الكلام المباشر والكلام الغير مباشر الموضوع ده طبعا الحمد لله يعني دي اليونت التالتة اول يونتين كان الكلام اللي فيهم موجود فيه الترم الاول اليونت دي لأ الموضوع بتاعه ما درستوش السنة دي لكن درسته السنة اللي فاتت فيه الترم التاني من سنة تالتة عدد برضو كان في يونت وال في نفس المكان بالزبط طيب احنا هنتكلم علي احنا عايزين نفتكر بس كام حاجة من اللي خدناهم في سنة تالتة عدد مهمين كده نكون عارفينهم وبعد كده نشوف الكتاب بتاعنا ونشوف ايه اللي موجود فيه احنا دلوقتي قدامنا خط زمني ده الماضي ده المدارع ده المستقبل طيب احنا هنتكلم علي ايه بقى والله بمنطقة البساطة الكلام المباشر عشان نكون عارفينه كده ومعلمينه هو الكلام اللي بيكون ما بين علامتين تنصيص الكلام المباشر هو الكلام اللي بيكون ما بين علامتين تنصيص يعني ايه يعني بيكون على لسان صاحب الكلام ده على لسان صاحب الكلام ده يعني مثلا لما بنيجي مثلا نقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فبنقول ايه؟ بنقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكون فيه علامتين تنصيص وبيكون فيه نص الحديث اللي النبي قاله نص الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله تمام؟ فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الكلام اللي ما بين العلامتين التنصيص ده ده الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله طيب لما اجي اقول بقى لما اجي اقول لحد ده فيما معناه كذا 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 هل فيما معناه ده الكلام اللي تقل لا تمام يبقى كلام المباشر هو الكلام اللي ما بين عالمتين تنصيص والكلام اللي جوا ده بيبقى صاحب الكلام هو اللي قيله بلسانه تمام ايه الكلام الغير مباشر بقى والله الكلام الغير مباشر بمنطقة البساطة هو نقل الكلام من شخص او نقل الكلام عن شخص لشخص تاني يعني احنا هندي دلوقتي كم مثال بالعربي تمام هيكون فيهم ثلاث اشخاص دايما يعني هيكون عندنا شخص واحد شخص اثنين شخص ثلاثة تمام دايما ثلاث اشخاص وهنشوف دلوقتي ايه الفرق ما بين الكلام لما يكون مباشر ولما يكون غير مباشر وانا يعني نصيحة اخوية برضو كده فيديو الكلام المباشر والغير مباشر ده اللي كان في تالت اعداد دي الحمدلله كان كويس جدا 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 وانا يمكن سمعت جزء منه برضو وخدت منه برضو بعض الحاجات اللي احنا نستخدمها النهاردة ان شاء الله فكان حلو جدا فانا هسيبلكو الفيديو ده في اول تعليق اتفرج عليه بازن الله هيتسبتلك كتير اوي 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 من اليونت بتاعت او الجرامر بتاع اليونت دي وتعالى بقى كمل بعض الملاحظات الزيادة اللي انت ما خدتهاش في اعدادي وخدتها بس في السنوي فهتلاقي الفيديو في اول تعليق بازن الله طيب تعالى اما نشوف كده اول مثال هنا عندنا الشخص رقم واحد اسمه احمد شخص رقم اتنين اسمه محمد الشخص رقم تلاتة اسمه ابراهيم تمام فاحمد قال لمحمد ايه قال له يا محمد انا رايح النادي الان يعني احمد فيتكلم لغة عربية فصحة قال له انا رايح النادي الان تمام طيب بعد كده ايه اللي حصل بعد كده ابراهيم ده فتان شوية عمل ايه بقى ابراهيم ده ام جاي حكى لواحد رابع خالص جي واحد رابع كده بيسأله هو فين احمد فقال له ايه قال له احمد قال لمحمد احمد قال لمحمد ان هو كان رايح النادي ساعتها يعني ايه ساعة وقت الكلام ساعة ما كان بيتكلم قال له انا رايح النادي تمام يبقى في الموقف ده اللي كان مثلا للساعة 2 الظهر مثلا كان أحمد في الوقت ده رايح النادي وكان بيكلم محمد مين اللي قاله الكلام ده مين اللي قاله اللي قاله أحمد لأن احنا قلنا أحمد قال تمام طيب هنا بقى هنا كان إبراهيم اللي بيتكلم تمام هل في علامات تنصيص لا هنا احنا حولنا حولنا الكلام هنا مش أحمد اللي بيتكلم لا ده الكلام اللي هو قاله بس إنما هل الكلام ده اتقال بلسان أحمد لا ده تقل بلسان مين إبراهيم رقم 3 تمام عشان كده هنا ده كلام غير مباشر مهمة قوي 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 تعرف الفرق ما بين الكلام المباشر وما بين الكلام الغير مباشر تمام مثال كمان عشان نكون بقى خلاص يعني خلاصنا الموضوع مثال على البنات عشان ما يزعلوش مونة قالت لمنة برضو 1 2 3 وفير الرابع بقى مونة قالت لمنة قالت لها أنا باكل دلوقتي كلام ده الساعة 2 مثلا هنا الساعة 3 قالت لها أنا باكل دلوقتي اتصلت بها يتلعك هنا مين اللي قالت مونة طيب بعد كده كان معهم بنت اسمها حبيبة فدي كانت ايه كانت سامعة الكلام بتاعها فحبيبة جات بنت رابعة بتسألها هي مونة قالت ايه فقالت لها مونة قالت لمنة ان هي كانت بتاكل وقتها الساعة دلوقتي 3 الساعة كانت اتنين لما كانت اتنين كده كانت مين كانت مونة بتاكل اتفقنا ده الفرق ما بين الكلام المباشر ما بين عالمة 2 تنصيص اللي بيكون صاحب الكلام هو اللي قاله وما به kel些 اللي غير مباشر اللي هو بيكون منقول بيكون منقول زى ما هقول مثلا مثال دلوقتي انا دلوقتي قاله بلساني فدا ايه دا كلام مباشر طيب انت دلوقتي خدت نفس المثال اللي انا قلته ده وروحت قلته لواحد صاحبك تمام انت هتقوله ايه المستر قال كذا 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 بس عيتها ده كلام غير مباشر طيب تعالوا بقى اما ندخل فيه الموضوع بتاعنا وان احنا عندنا النهاردة انواع الكلام بتنقسم لكسمين اول كسم ال direct المباشر اللي فيه عالمتين تنصيص والكسم التاني هو الكسم الغير مباشر مهم قوي تعالوا بقى ما نشوف الاساسيات اللي هنتكلم عليها والنهاردة هنتكلم على the statements اللي هي الجمل الخبرية طبعا في تالتة اعداد انت درست الموضوع بالكامل درست السؤال والجمل الخبرية والجملة الامرية فالفيديو فعلا هينفع الجامد الترم ده هو جايب لنا بس في ال unit d جايب لنا الجملة الخبرية وجايب لنا السؤال لكن برضو انا رأيي ان انت كمان تشوف الجملة الامرية في الفيديو اللي انا قلته عليه علشان تكون مؤفل الموضوع بالكامل أول حاجة في بعض الخطوات وهنجيلها في الكتاب بتاعنا نشوفها عاملة ازاي وهو نتلاقو نفس الكلام ان شاء الله بعض الحاجات اللي بتكون برا علامات التنصيص احنا زي ما شوفنا من شوية في ايه كان فيه i, said وبعد كده مثلا i said ممكن تجي في الاول وممكن تجي في الاخر تمام؟ بعد كده كان فيه علامتين التنصيص وكان فيه الكلام وبعد كده كان فيه علامتين التنصيص التانية فيه بعض الحاجات اللي برا هنا دي دي اللي عايزين نحولها الاول احنا دلوقتي هنتكلم ايه من الكلام المباشر للغير مباشر طيب يا مستر لما نحب نعمل بقى من غير مباشر لمباشر هتعكس بقى هتعكس يعني انا هديك نص الموضوع تمام؟ افهمه كويس جدا بس بعد كده خلاص انت خدت كده ايه خدت الحاجات اللي انت تقدر تشتغل بيها فيه بعض الحاجات مش هتتغير يعني لما نلاقي say او says مش هنغيرهم هنسيبهم زي ما هم كده بالمنظر ده سواء مباشر هيكونوا كده سواء غير مباشر برضو هيكونوا كده تمام؟ طيب لو فيه بقى طبعا say او says خلي بالك هنا مفيش مفعول في الحتة دي كده مفيش مفعول يعني هنا انا بقول ايه انا قلت كذا 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 هل انا قلت هل دلوقتي في الجملة بتاعت دي انت عارفت انا قلت المين؟ لا انت معرفتش طالما انت معرفتش يبقى مش هنغير حاجة ده كده ايه؟ كلام ده في المدارع الاتنين دول كده في المدارع تمام؟ جملة دي ودي سواء دي او دي عندنا كده اربع حاجات وهنا هيكون عندنا حاجات في الماضي يبقى هنا لو ايه؟ لو مفيش مفعول هنا مفيش ايه؟ مفيش مفعول انت ما تعرفش انا بكلم مين؟ هنا في مفعول يعني هقول انا قلت للطلبة بتوعي انهم يذكروا كويس هنا انت عارفت مين اللي قال الميستر قال لي مين؟ للطلبة بتوعي قالهم كذا كذا لو في مفعول بنعمل ايه؟ سي تو بتتحول لتل سي ستو بتتحول لتلز طبعا ده فيين؟ في زمن المدارع او ازمنة المدارع في الماضي نفس الفكرة لو مفيش مفعول سد بتبقى سد لو في مفعول بيكون سد تو تبقى طولد ناخد بالنا من التحولات دي مهمة جدا جدا طيب دلوقتي بقى كده احنا خلصنا الجزء اللي برا الاكواس اللي برا علامات التنصيص تعالوا ما نشوف بقى حاجات اللي هي نغيرها جوه علامات التنصيص الموضوع ده بيكون فهم للناس اللي حابة تفهم الموضوع سهل جدا 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 يكون فهم وهنشوف دلوقتي في الامثلة وهوريك تمام؟ لكن لو انت عايز تحفظ وده هيكون صعب ومش هيكون يعني فعلا الموضوع مش هيكون سهل فده التحولات اي بتتحول الى هي او شي تمام؟ يو بتتحول الى اي هي شي مي بتتحول الى هم او هير وهتعرف فقى امتى هم امتى هير وهكذا هنشوف دلوقتي في الامثلة الحاجات اللي ممكن تكون سهلة ان وي مثلا بتتحول لزي ان اور بتتحول لزير وهكذا الحاجات اللي هي فيها واحدة بس اما الحاجات اللي فيها مذكر او مؤنس دي بتكون لازما ان انت تشغل دماغك فيها وطالما في تشغيل دماغي يبقى الموضوع اسهل بكتير اسهل من ان انت تعود تحفظه خلاص وهنشوف دلوقتي الامثلة ان شاء الله توضح كل الكلام ده تعالوا ما نشوف دلوقتي بعض الحاجات اللي لازم انت تحفظ بقى يعني دي دي حفظ بقى مفهاش ايه مفهاش فصور لما نلاقي في المباشر كلمة next بعدها week بعدها day بعدها month بعدها year وهكذا next دي بتتحول الى ايه الى the following في الغير مباشر الحاجات دي مهمة جدا 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 حاجات دي مهمة قوي 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 ماشي يبقى next لما يكون معها مثلا week مثلا year month ايه ايه فترة بتتحول الى the following tomorrow 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 معناها ايه كلمة tomorrow معناها ايه معناها اليوم التالي يعني the next day يبقى تتحول تبقى ايه the following day نفس الفكرة انت بس ايه قسمناها ان tomorrow دي يعني ايه يعني next day فبقت the following day او the next day ممكن نعملها دي او دي yesterday معناها ايه yesterday yesterday اليوم اللي فات اليوم اللي فات فبرده هنقول كده يبقى the day before او the previous day tonight اللي لديت بقت that night now بقت then here بقت there today بقت that day last week بقت the week before نفس فكرة يعني yesterday دي نفس فكرة ايه نفس فكرة last week tomorrow نفس فكرة next week اللي اتنين تحفظوا مع بعض سهلين خالص طيب بعد كده تبقى the week before or the previous week two days ago تبقى two days before تمام يبقى ago بتتحول الى before this تبقى that this بتبقى those دي كده التحولات في الجملة من مباشر الى غير مباشر داخل ايه داخل علامات التنصيص كلام ده بيكون جواه علامات التنصيص احنا بنغيره بقى طيب تعالوا ما نكمل ونخش بقى على الجزء المهم اوي 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 ان الزمن بنرجع خطوة الوراء يعني ايه مستر بنرجع خطوة الوراء يعني احنا لو في المدارع البسيط بنرجع للماضي البسيط بنفس الصورة يعني بنفس الصورة بنرجع خطوة الوراء مدارع بسيط مدارع مستمر ماضي مستمر طيب مدارع تام ماضي تام طيب افرد بقى ماضي بسيط يا مستر هنرجع للماضي التام ايش معنى عشان لو فاكر لما كنا خدنا الماضي التام كنا بنقول مثلا عندنا حدثين الحدث الاقدم هو اللي بيكون تام لو فاكر بقى والحدث اللي هو الجديد شوية بيكون بسيط فإحنا رأى عندنا حدث هنا في البسيط تمام؟ بنحوله ليه التاني الـ present sample بيتحول إلى past sample زي he said هو قال I like fish هو قال أنا بحب الايد السمك فلما نيجي نحولها هنعمل ايه said هل هنا في مفعول؟ مفيش مفعول يبقى said هتفضل زي ما هي يبقى he said الرابط الزمني طبعا هنجي للكلام ده كمان شوية احنا بنشيل علامات التنصيص بنشيلها وبنحط بدلها z طبعا z ممكن نحطها ممكن ما نحطهاش عادي المهم انه لازم لازم طبعا نشيل علامات التنصيص لان بالفهم كده انا عمل اقولك من اول الحلقة ان اول دليل او ان الحاجة العلامة بتاعت المباشر انه فيه علامات تنصيص بالتالي الغير المباشر مفيش علامات تنصيص مش محتاجة يعني زكاية طيب يبقى هنا he said z بعد كده ده كان ايه ده كان مدارع بسيط مدارع بسيط تبقى كارثة طبعا لو مش هتعرف تحدد الفعل الزمن ده تبقى كارثة لازم تكون عارف الازمينة كويس وهنتكلم علها دلوقتي بسرعة i like fish ادي هنا i ودي هنا فعل في المصدر يبقى ده مدارع بسيط هنحولها لماضي بسيط يبقى he liked fish تمام ده كده اول حاجة تاني حاجة ان المدارع المستمر بيتحول الى ماضي مستمر يبقى المدارع الى ماضي بنفس الصورة بتاعته مدارع الى ماضي بنفس الصورة بتاعته مروى said برضو ما انا عرفش قالتلي مين يبقى السيد اعتفضل زي ما هي i am talking to sara i am talking to sara ادي هنا am وادي verb plus ing يبقى ده زمن المدارع المستمر كل الفكرة ان احنا هنعمل ايه هنغيرها للماضي المستمر هننزل مروى زي ما هي هننزل said زي ما هي نشيل علامات التنصيص ونحط زت بعد كده she ونقولي بقى she was talking to sara الله ده في حاجة هنا حصلت يا مستر ايه هي بقى خلي بالك في الجملة الاولى والجملة التانية هنا كنت بقول i like fish ليه هنا كنت بقول كده نفتكر تاني الاربع شخصيات اللي كنا عاملينهم كده في الاول كنا بنقول ايه كنا بنقول مسلا ان الولد ده اسمه احمد فاحمد قال احمد قال انا بحب السمك احمد قال انا بحب السمك بعد كده احمد مشي خلص ما بقاش قاعد معانا ففي واحد جه فقالنا هو احمد قالي يا جماعة فحنا قلنا له ايه هو قال ان هو بيحب السمك هل ينفع قول هو قال ان انا بحب السمك لا انا دي بانا اللي بتكلم هنا دلوقتي في احمد ده احمد وفي هنا ادي هنا شوكة مسلا انا تمام انا هنا دل بكل هنا احمد لما تكلم بيتكلم عن نفسه بلسانه فقال آي هنا أنا بقى لما هتكلم عن أحمد فلازم أقول إيه لازم أقول هي لازم أقول هو ما ينفعش أقول أنا لأن الكلام ده مش على لساني أنا أصلا ما بحبش السمك مثلا فيبقى ما ينفعش أقول الكلام ده اتفقنا يبقى آي اتحولت لهي إمتى لأن المتحدث كان هي يبقى ما بنحفظ بقى أن آي بتتحول لهي ليه لأن آي هنا اتحولت لشي طب اشمعنا لأن المتحدث كان مروى ومروى البديل بتاعها شي أتمنى تكونوا فهمتوا إزاي إن إحنا نقدر نعرف التحويل بتاع الضمير لأن أهم حاجة في الزمق أو في الجرامر ده التحولات التحولات مهمة جدا 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 الجرامر كله مهم لكن التحولات الناس بتنساها الناس بتنساها نكمل present perfect طبعا الباست perfect I have ironed the shirt أنا كويت الإيه التي شيرت سيد أو العميس سيد سورا سورا هي اللي بتقول الكلام ده سورا اللي بتقول الكلام ده عشان فيه هنا إيه فيه هنا ضمير ناخد بالنا طيب يبقى هنعمل إيه بقى سورا سيد لأن ما نعرفش قالت لي مين أهي شلنا علامات التنسيس وحطينا ذات بعد كده هنقول إيه بقى هنقول آي لا هنقول شي سورا قالت إن هي كويت الإيه كويت الإيه كويت التشيرت سورا قالت إن هي اللي كويت الإيه الأميس تفقنا ناخد بالنا من التحولات باست سيمبل تحاول لباست perfect ماضي بسيط إلى ماضي تام الأقدم منه بقى علي سيد علي قال I arrived late حددنا الزمن هنا كان have والبيبي يبقى طبعا زمن المضارع التام عشان كده حولناها الهاد والبيبي هنا قادي التصريف الثاني من الفعل تمام يبقى زمن الماضي البسيط لما نجي نحول ها آي هتبقى إيه برافو عليكم بقى آي هتبقى هي ليه لأن هنا اللي بيتكلم مذكر يبقى علي سيد ذات he had arrived اهو طيب بيقول لنا بقى لو مستقبل بول لو مستقبل بول وال إيه الماضي بتاع وال الماضي بتاع وال ود بس كده سهلة خالص لو مستقبل بول هنحوله لود يبقى I will see you later he said هو قال هو قال مهم جدا جدا نعرف مين اللي قال تمام هو قال يبقى he said ذات برضو هننزلها زي ما هي طبعا بس ايه حطينا ذات بدل علامات التنصيص he would see me later he would see me later هنا شلنا will وحطينا would طبعا will بيجي وراء فعل في المصدر would نفس الفكرة فإيه ما فيش أي مشكلة فيها تمام طيب يلا بينا نكمل بيقول لنا future with be going to لما يكون في مستقبل احنا عندنا خدنا المستقبل بقى بول وخدنا المستقبل ب be going to فهنا بيقول لنا I am going to learn French I am going to learn French تمام ادي هنا I am ادي going to ودي الفعل في المصدر مين اللي بيقول لازم نعرف she said هي قالت لما نيجي نحوله بنحوله ايه مش ده هو جونج تو جونج تو دي ايه جونج تو دي تعتبر تعتبر I am going to يبقى دي مثلا شبه الايه شبه المدارع المستمر طيب والمدارع المستمر احنا خدنا بنحوله الايه هنا المدارع المستمر بنحوله الماضي المستمر يعني ال I am يعني كده حطيها في دماغك ان ال I am g بنحولها الماضي مستمر يبقى best continuous bird of be going to الماضي المستمر من be going to اللي هو ايه هنا كنا بنقول иф I am �버 كل الفكرة كل الفكرة يا جماعة في بي كل الفكرة في بي يعني هنا بي دي بي دي بتكون في المدارة بي هنا بتكون في المدارة أما بي هنا هتكون ايه؟ هتكون في الماضي هتكون في الماضي يبقى هي قالت هي قالت ايه؟ هين فانقول اي؟ لأ بنشيل اي ونحط هي ادي هنا ادي هنا بدل ايه؟ بدل ايه؟ اللي هي ذربة بي ولكن متصرب في الماضي هنا بيقول لنا نفس الفكرة بقى هيبقى يبقى سلمة خلي بالك تبقى سلمة كان تبقى نفس الفكرة بتاعت ويل وود هي سيد اي كان سويم هي سيد ذات هي كود سويم نكمل نفتكر مع بعض بس كده ايه؟ الافعال او الازمنة بسرعة خالص هنا ده المدارة وده الماضي بسرعة خالص المدارة زمن المدارة البسيط بيتكون من ايه؟ بيتكون من المصدر بتاع الفعل مع بعض مع بعض الدمائر اللي هي زي اي وي يو زي اي وي يو زي واي اي واي فاعل جمع بيكون مع الفعل في المصدر فقط طيب لو هي شيء ات واي فاعل مفرد بنديف للفعل اس او اي اس حسب طبعا بقى ايه؟ حسب الحالة بتاعة الفاعل او حسب الحالة بتاعة الفعل حسب الحالة بتاعة الفعل طيب الماضي البسيط الماضي البسيط بيتكون من المصدر بالاضافة الى اي دي مع اي فاعل اي فاعل مفرد جمع اي حاجة لكن في هنا حاجة يعني سخيفة شوية ان التصريف التاني احيانا بيكون شاز ودوت ايه؟ ده حفظ مفيش فيه مفر ده لازم يتحفظ كده زي معه المستمر سهل جدا 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 الازمين المستمرة سهل خالص فرب تو بي مع الفاعل مضافة الى اي ان جي فرب تو بي في المدارع بيكون am is are طب في الماضي was where دي الازمين المستمرة فرب تو بي بلاس اي ان جي بلاس فر بلاس ان جي طبعا في المدارع هتكون am is are فرب تو بي في الماضي هيكون was where في البرزنت بيرفكت has او have زائد البي بي has او have زائد البي بي اما الماضي التام الباست بيرفكت بيتكون من هاد مع اي فاعل وده من الحاجات برضو جميلة جدا زائد البي بي النقطة استخيفة هنا ايه؟ النقطة استخيفة ان فيه ها فيه افعال شازة لازم ان تتحفظ طبعا كذلك الكلام هنا طيب عندنا بعض الملاحظات ان فيه حاجات ما بتتغيرش بعض الاحيان ما بنغيرش الزمن امتى؟ لو حقيقة علمية سبتة حقيقة علمية سبتة زي ايه؟ زي ان الشمس بتدور حوالين ان الارض بتدور حوالين الشمس هل دي حاجة كانت مبارح والنهاردة اختلفت؟ لا طبعا دي حاجة النهاردة ومبارح ومن مئة سنة ومن مليون سنة وكمان الف سنة هتفضل زي ما هي لذلك بص كده الزمن زي ما هو بص هنا زي ما هو بالظبط ما تغيرش كمان حاجة تانية لو الفاعل او لو الكلمة بتاعة المقولة بتكون في المدارع زي says ساعتها بتكون ايه؟ ساعتها الجملة بتفضل في نفس الزمن الجملة بتفضل في نفس الزمن بتاعها هي says that هي والsee me later اللي بيتغير لو خدت بالك اللي بيتغير الضمير اللي بيتغير الضمير خلي بالك من الحتة دي عشان هي دي اللي مهمة او انا حطيت هي زي ما هي ايه؟ ونزلت says زي ما هي لان انت عارف بقى ان هنا طالما مفيش to مفيش حاجة يعني شخص انا قلت له بنزل says او say زي ما هي بعد كده بشيل علامات التنصيص وحط مكانها زات اهي بعد كده نيجي للجملة بقى له جوة i ايه هتفضل زي ما هي لا ده انا بنقل الكلام عن شخص تاني فهقول مين اللي بيتكلم هو هي فهحط ايه؟ هحط هي لكن الزمن هسيبه زي ما هو يبقى ويل سي زي ما هي بعد كده عندنا يو يو ده ايه؟ ضمير طالما ضمير اقف عنده على طول اقف عنده وشوف هيتغير اللي ايه؟ عندنا هنا ضمير اللي هو يو i will see you هو قال ان انا ايه؟ هشوفك بعد كده هشوفك بعد كده فاقول he he will see me later هو هيشوفني بعد كده تمام؟ هو هيشوفني بعد كده خلي بالك ان me هنا تحطت بسبب ان مفيش اي شخص هو بيكلمه فمعنى كده ان الكلام موجه لي انا؟ للشخص اللي كان ايه؟ اللي قدامه لكن لو مثلا he says to مثلا heba هو قال مين لهبة هو قال لهبة ساعيتها ايه بقى؟ ساعيتها كانت he will see here later هو هيشوفها ايه later طيب ايه تاني؟ لو لو في كلمة بتدل لو احنا عندنا الزمن بتاع الكلمة اللي هي بتاعت اللي هي كالة دي لو عندنا الزمن بتاعها في الماضي فالمفروض ان احنا بقى بنغير وبنعمل كل حاجة لكن في كلمة بتدل على ان الحدث لسه حاصل حالا لسه حاصل من وقت قليل جدا زي مثلا just now زي just now ساعتها برضو ما بغيرش الزمن بتاع الجملة بغير الضماير بس بغير الضماير بس الضماير وكمان خلي بالك اللي هي الحاجات اللي قلناها بتاعت today بتبقى and next week بتبقى and following week والحاجات دي برضو بتتغير عادي جدا يا الفكرة كلها هنا بنتكلم على الزمن نفسه he said just now هو قال just now شلنا علامات التنصيص حطينا i تحولت لهي لان هو اللي بيتكلم هو اللي كان بيتكلم طبعا احنا حفظنا على الزمن خلي بالك لكن i كان بتاخد has بعد كده كملنا الجملة عادي جدا طبعا دي الكلمات اللي هي ايه دي الكلمات اللي هي بتاخد اللي هي بتحافظ على الزمن حتى لو في الماضي زي just now زي a minute ago كده احنا خلصنا يعني المقدمة يعني الطويلة حبتين لكن احنا كده فعلا يعني خلصنا اكتر من خمسين في المية من الشرح بتاعنا فتعالوا بس هنشوف الكتاب طبعا اشان اكون مشيت معاكم في الموضوع بالكامل ال direct speech الكلام المباشر هو الكلام الصادر من كائلو دون اي تغيير افتكروا دايما بالحديث النبوي الحديث النبوي بيتقال زي ما هو بالظبط تمام he said هو قال i have studied english with my friends انا دراست انجليزي مع اصحابي خلي بالك مين هنا اللي قال هو الشخص ده هو اللي قال الكلام ده بلسان وهو اللي درس احنا لازم ان نحدد الزمن ده زمن ايه زمن المدارع مدارع تام have والبيبي طيب نكمل هنا الكلام الغير مباشر ما له بقى الكلام الغير مباشر والكلام المنقول عن شخص على لسان شخص اخر يعني الجملة دي فيه واحد تاني اللي قالها غير الشخص اللي بيتكلم غير الشخص اللي بيتكلم تمام زي ما شفنا من شوية كده ابراهيم كان بيقول ان احمد قال كذا لمحمد زي he said that he had studied english with his friends ادي عندنا هنا his بدل my تمام ودي عندنا i هنا اتحولت الى he لان هو اللي كان بيتكلم طبعا شلنا علامات التنسيس وحطينا ذات غيرنا الزمن من have studied الى had studied من مدارع تام بنرجع خطوة الورى يبقى ماضي تام مدارع بسيط ماضي بسيط مدارع مستمر ماضي مستمر مدارع تام ماضي تام ماضي بسيط ماضي تام كمل هنلاقي دلوقتي بقى كل الكلام اللي احنا قلناه بيتعدد فهنمشى عليه كده ايه بصورة خطوة تحولات خارج علامات التنسيس اللي هي الحاجات اللي بره بقى زي ما قلتلك say say ما بتحولش وعرفتك السبب انا عرفتك دول ما بتحولوش ليه لان ما فيش ايه ما فيش شخص انا بكلمه يعني هنا كده ما فيش مفاول say two بتتحول لتل say two بتتحول لتل said ما بتتحولش زي ما قلتلك لان نفس الفكرة ما فيش ايه ما فيش شخص بنكلمه اما لما يكون فيه two طبعا two فلان او two فلانة فساعتها هيكون فيه told تمام مهم اوي تحفظ الحاجات دي طيب نحزف الاكواس طبعا ونربط ايه نربط بذات زي ما قلتلك وممكن ان احنا نشيلها عادي ولكن طبعا حطها افضل يعني انت كده كده هيبقى اختيارات فما فيش امكانية ان انت تحط ولا تعمل حاجة اول موضوع ايه هيكون يعني لو ما لقيتهاش ما تتقدش يعني ما فيش مشكلة مش هي ديات اللي تعرفك ان ده غير مباشر اللي يعرفك ان ده غير مباشر لما ما تلاقيش علامات تنصيص ثانيا تغيرت داخل علامات الاكتروس زي ايه زي اي بتتحول لهي وشي ووريتك الكلام ده دمت شوية ووريتك الكلام ده ووريتك ان اي لما كان مثلا احمد بيتكلم تحولت لهي تمام لما كانت مثلا مونا بتتكلم تحولت لشي ووريتك ان في الجملة اللي فاتت كان فيه my friends تحولت له his friends عشان كان هي هو اللي بيتكلم اما لو كانت مونا بتقول ان هي مثلا بتخرج مع اصحابها فكنا قلنا ايه hair friends فالفكرة كلها مين الشخص اللي بيتكلم الشخص اللي بيتكلم ده مذكر ولا مؤنس مذكر ولا مؤنس تمام فالحاجات ديات كلها بالفهم يا جماعة ما تواجدش تحفظ فيها وخلص بقية الدمائر وصفات الملكية تتحول حازها بالصياق يعني بيقولك شغل دماغك ما تبقاش بتحفظه خلص تكمل الازمنة وده الكلام اللي انا قلته بقى من شوية الازمنة تتحول من المدارع الى الماضي من مدارع الى الماضي اذا كان الفعل القول الماضيا يعني ايه يعني سد يعني سد ليه ليه الكلام ده لان لو قدت بالك في الاخر خالص انا قلتلك لما قلتلك عندي ثلاث حالات ما بغيرش فيهم الموضوع ما بغيرش فيهم الزمن بتاع الجملة كان من ضمن الحالات دي لو فعل القول اللي هو سي او سيز تمام قلتلك ساعتها ما بغيرش الزمن بتاع الجملة بس سيبه زي معه كان المثال الثاني حتى هنا المدارع البسيط تحول لماضي بسيط المدارع المستمر الماضي مستمر تام لتام وهكذا هنا بيقول لنا ان البست سيمبل بيتحول لبست بيرفكت او بست سيمبل ولكن في الاغلب يعني بيبقى بست بيرفكت هنا بيقول لنا مست زائد بي مست زائد بي او مست زائد الانفينتف يعني مست زائد بي او مست زائد الانفينتف يعني مست زائد بي او مست زائد الانفينتف هنا بتكون الاستنتاج بتتحول الى مست هاف must have يبقى في الماضي must زائد المصدر must زائد المصدر أو have to أو has to الحاجات اللي هي بتاعت الإلزام كنا درسناها قبل كده بتتحول إلى have to يعني برضو من الآخر رجعنا للماضي رجعنا للماضي يبقى list in tag بيتحول لمست have والبيبي أما الإلزام بيتحول لhad وي have to وبعد كده الفعل في المصدر will can may طبعا will تبقى would زي ما قلت لك can بتبقى could زي ما قلت لك may بتبقى might ما قلت لهاكش دي بس ايه بس كده كده منطقية يلا بننكمل تحول الظروف المكانية والزمانية كلاتي وانا أدتكم أمثلة على الموضوع دوت بشكل كبير يمكن أكتر كمان من الشكل ده بس نقرأهم برضو مع بعض yesterday قلناها tomorrow now tonight that night قلناها كل الكلام ده قلناها ago قلناها ان هي before or the previous طبعا last ممكن ما قلناهاش بس last هي زي ago بالظفط وكل الكلام ده قلناه تعالوا ما نشوف أمثلة نركز بقى كويس قوي كده عشان نفهم أنا يهمني أكتر grammar يهمني ان انت فعلا تفهمه grammar ده لان فعلا ده تشغيل دماغ وسهل جدا يعني grammar من أسهل الحاجات يعني اللي هتدرسوها ان شاء الله لكن لازم أن تكون فهمته كويس لو يعني اتفرجت على الفيديو اللي أنا قلت لك عليه وتفرجت على الفيديو ده فان شاء الله يعني أنا متأكد ان بالنسبة 100% بإذن الله هتكون فهمته وكمان مع فيديو التدريبات فخلاص الموضوع هيكون ايه 100% هي said to me ادي هنا عندنا said فعل القول ده في الماضي ودي عندنا tour يبقى الكلام ده هيتغير إلى told اول حاجة خالص اول حاجة عندنا علامات تنصيص يبقى دي جملة جملة مباشر يبقى احنا هنحولها لغير مباشر لو كان بقى عندنا ايه الري رايت يعني اللي يرحمه فهنا بيقول لنا ايه I will travel انا انا ايه I will travel ادي هنا مستقبل بول مستقبل بول فاكرة ان اقولت لك ايه مستقبل بويل بنحوله الى وود طيب نكمل من الكلمات اللي احنا بنحولها بنحولها الى طبعا هنشيل علامة التنصيص ونحط تعال اما نشوف هل الكلام اللي قلناه ده تطبق ولا لا هو قال لي طبعا ده الكلام اللي قلناه زات هي ود ترافل توالكزاندريا زا نكست دي ادي هنا غير ويل بقيت وود ودي غير تمور بقيت زا نكست دي شي سيد تو ادي هنا سيد تو يبقى تتحول الى طولد ادي هنا سيد هتتحول لحاجة لا هتنزل زي ما هي زي ما انت شايفها هير مازر تمام هنا انت بتعرف هي قالت لمين بس دي كل الفكرة ان هنا هو قال لي هنا هي قالت لما ميتها وهكذا اي فون ديو يستردي اي فون ديو يستردي وهنا الكتاب نسي يلون الحتة دي برضه او يحط على خط وسانا حطت لك انا الخط ده زمني ده زمن الفعل في التصريف التاني عشان كده راجعت على الازمنة زمن الماضي البسيط الماضي البسيط بيتحول ارجع خطوة الورا ماضي تام علامات التنصيص بنسبها لا بنشيلها ونحط بدلها زت تمام يودي انا هكلم انا دي بتعود على مين انا بتعود على البنت اللي هي شي طيب يودي بتعود على مين بتعود على مامتها لانها كتبتكلم مامتها يبقى يودي هتتحول لمؤنس ولا مذكر مامتها بتكون مؤنس يبقى هتتحول الى مؤنس يستردي بنسبها لا طبعا بنحولها من الحاجات اللي احنا حفظينها she told her mother that she بدل i she بدل i had found بدل found مودي بسيطي بقى مودي تام ادي you بقت here ادي the day before بقت the او ادي yesterday بقت the day before تمام او the previous day اي حاجة تمام هنا سيد طبعا مش هنغيرها بنشيل علامات التنصيص ونحط that i must study my lessons today طبعا today بقى برضو من الحاجات اللي ايه خلاص بقى لازم تبقى ايه سابتة في دماغك كده ان انت بتحولها لي that day لي that day زي تمورو زي yesterday والحاجات دي بتكرر كتير او زي ناو كمان بتكرر كتير تمام ادي عندنا must must عرفنا بقى ان هي لما تكون الزامية لما تكون الزامية بنحولها لhad to must بتتحول لhad to mona said that she had to study her lessons that day طيب هنا هي said طبعا said برضو مش هتتغير لان ما فيش هنا to i didn't attend طبعا didn't نفي في الماضي البسيط يبقى هنحوله لنفي في الماضي التام زي بارتي i must apologize i must apologize خلي بالك عشان دي من الحاجات اللي انت ما درستهاش في تلتة قد دي دي كده اول نقطة اول نقطة ما تكونش درستها بص بقى هنا بيقول لنا ايه لما يكون عندنا جملتين هعرف منين ان هي جملتين هلاقي في نقطة اهي في نقطة هنا في الجملة وبعد كده بقى في نقطة كمان لما يكون في جملتين بشيل النقطة دي واربط بحاجة من اتنين اما and z او and added z and z او and added z الاثنين واحد يعني الفكرة حطينا added بس تمام حط دي او دي اللي رايحك بدل النقطة تمام وبعد كده تمشي بالكواعد بتاعتك زي ما هي بدون اي مشكلة يعني هتمشي بين الجملة دي كأنها جملة الواحدة والجملة دي كأنها جملة الواحدة لكن هتشيل النقطة وتحط and z او and added z he set z شيلنا علامات التنصيص وحطينا z هنا i id هو مين اللي بيتكلم he يبقى id هتتحول الى he النفي في الماضي التاني بيكون hadn't والبي اهو بعد كده الزبارتي ما فيش مشكلة وما فيش اي مثلا ظرف زمن او ظرف مكان بعد كده and added z او and z i مين i ده i ده هو الشخص اللي بيتكلم يبقى he برضو must must apologize لازم اعتذر لازم اعتذر لازم يعني ايه الزامية الالزام بيكون في الماضي الى had to had to والفعل في المصدر سهلة جدا 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 من اسهل الجرامر اللي ممكن تدرسه في حياتك يعني خلي بالك بقى هنا بيقول لنا ان الازمنة او الظروف الزمنية داخل علامات اللي هي التنصيص لا يتم تغييره في الحالات الاتية وحنا قلنا برضو معظم الكلام ده وهنشوف دلوقتي اذا كان فعل القول مدارع دي كانت الحالة التانية اللي انا قلتها لك انا قلت لك اول حاجة حقيقة علمية سابتة بعد كده لو فعل القول مدارع بعد كده لو الكلام لسه متقال حتى لو فعل القول ماضي والكلام لسه متقال من وقت قليل وعندنا امثلة زي just now او moment ago الحاجات دي تمام فتعال اما نشوف كده بيقول لنا ايه ادي اول حاجة اللي احنا قلناها هنا says هدي هنا فعل القول مدارع لذلك مش هنغير الحاجات اللي جوه مش هنغير الحاجات اللي جوه ولا الزمن ولا الظرف الايه ولا الظرف الزمني تمام لكن بنغير مين بنغير الضمير بنغير الضمير ملوش دعوة هنا say z بدل i بقت ايه بدل i بقت she بدل am بقت s لان i بتاخد am اما she بتاخد s وكملنا عادي لو كان جوه الكلام ده حقيقة علمية سابتة زي الارض بتلف حوالي الشمس الشمس بتصحب الشمس بتشرق في الصباح الحاجات دي ليه الحقيقة العلمية السابتة نفس الفكرة علي said to خلي بالك ان احنا بنتكلم على داخل داخل ايه داخل علامات الاكتوباس علي said to او تواني علي said تواني هدي هنا said تو تبقى told علامات التنصيص تبقى زت بعد كده هنحافظ على الزمن بتاع الجملة لو الكلام لسه حتى لو فعل القول ماضي ولكن الكلام فيه حاجة بتدل ان هو لسه حاصل من وقت قصير زي الكلام اللي احنا قلنا بقى he said just now ادي said ما فيش اي تو ولا اي حاجة فهتنزل زي ما هي علامات التنصيص بنحط بدلها زت بعد كده no one is aho allowed to leave حافظنا على الزمن نيجي بقى للحطة اللي احنا ما قلنا هاش او اللي هي الجديدة علينا شوية ما خدناش فيه تالتة اعدا دي يعني تالت حالات خطوم قبل كده حالة واحدة بس الجديدة الحالة الصفرية والتانية والتالتة من حالات f الشرطية جوة العلامات اللي هي العلامات الاكتوباس او علامات التنصيص الحاجات دي الصفرية والتانية والتالتة ما بيتغيروش بيفضلوا زي معهم يبقى هي ستومي ستتو بتتحول لطول علامات التنصيص بتتحول الى زت if u طبعا u ده ضمير ها مين اللي بيتكلم هي لكن هل ده اي لا ده مش اي هو هنا بيكلم مين شوف بقى بيكلم مين بيكلم بيكلمني بيكلمني يبقى انا لما جنقل الكلام عنه هقول اي if i if i في همتة الحطة دي حطة دي مهمة هي ستومي هو بيك هو قلي هو قلي تمام if u boil water لو انت غليت الماء فلما اجتكلم على لسانه هقول اي هو اخبرني لو انا غليت الماء بدل لو انت تبقيت اي لو انا تمام eternal is interesting طبعا هنا مغاير نشط زمن زي ما هو لكن خلي بالك بس من الضماير لان اغلب الناس بتغلط فيها وبما ان الموضوع بقى اختيارات بس فالموضوع اسهل بكتير فهياريت ناخد بالنا ايمان ستو طبعا ستو تحاول الى تولد علامات التنصيص بتحاول الى زت تمام ادي هنا u d تحاول الى ايه ها بص مين المخاطب u d تبص مين المخاطب i تبص مين الايه من اللي كان بيتكلم هو برضو هنا انا يبقى u حافظ على الزمن زي ايه زي ما هو امتى بقى خلي بالك هنا قالك السفرية والتانية عارف قالك السفرية ليه عشان الحتة دي عشان الحتة تحت حقيقها على الماعة سبط طفا طيب والتانية والتالتة لاي إنهم اصلا في الماضي إنهم كده كده اصلا في الماضي لكن ليه ما قلكش الولى طيبợ ما ما قلكش الولى يبقى هي ايه يبقى هي بر الموضوع يبقى الحالة الاولى من F تتحول الى حالة تانية. ليه? لان الحال الاولى دي بتكون مدارع. والمدارع احنا بنحوله الى ايه? الى ماضي. المدارع بنرجع على خطوة الورا يبقى ماضي. يبقى علي C. C مش هنغيرها هنتنزل زي ما هي. F I. I ده من اللي كان بيتكلم علي. علي. يبقى هقول F A F هي. F هي. الدمير بقى بعود عنه بدمير. بدل study نحولها في الماضي. ده كان مدارع. هنحولها من حالة اقول الحالة تانية عم تانية. فلو انت مش عارف الحالة التانية حتى. لو انت مش عارف هي بتكون ايه طبعا دي تبقى كارسة يعني. لكن هنفترض ان انت مش عارف. فان ده الجملة دي لوحدها كده مدارع بسيط. والمدارع البسيط انا اقولتلك من شوية بيتحول الى ماضي بسيط اهو. will والمصدر بتحول الى would والمصدر. المهم ما تنساش تغير الدمير. نكمل. هناك بعض الكلمات من الممكن ان تحل محل فعالة كول. سيد. حاجات ممكن نحطها بدل سيد. زي مثلا offered to. offered to بيجي وراء الفعال في المصدر. my father offered to help me. والدي عرض ان هو ايه ان هو يساعدني. مثلا suggest. ولكن suggest ليها كذا حالة. في مثلا suggest وهيجي وراء الفعال مباشرة. وكنا ندرس ناس في الترم الاول ان suggest من الافعال اللي بيجي وراءها verb plus ing. طيب لو جي وراءها ذات انت عارف بقى ان ذات بيجي وراءها جملة كملة جملة كملة. ذات بيجي وراءها جملة. مرة هيجيب لنا ذات معها فاعل وفاعل في المصدر. فاعل وفاعل في المصدر. خلي بالك ان هنا ممكن نشيل ذات عادي. طيب ما احطها بن اكواس كده. ان اللي تعرفوا ان suggest ممكن يجي وراءها فاعل في المصدر مباشرة. ممكن يجي وراءها فاعل وفاعل في المصدر. هنا ممكن يجي وراءها فاعل plus ing انا اسف. suggest اول حالة فاعل plus ing. الحالة التالتة ممكن يجي وراءها. ذات دي ممكن اختيارية تيجي او ما تجيش. ولو كنا اخدناها قبل كده في التوصية. لما نيجي نوصي شخص ان هو يروح مكان معين والحاجات دي. ان suggest او recommend بيجي وراءها من الفاعل. بعد الفاعل بيجي الفاعل في المصدر. تمام. اما suggest that لما تكون مش هتيتشال بقى بيجي فاعل وبعد كده should وطبعا should بيجي وراء الفاعل في المصدر. الامثلة he suggested playing. he suggested that we play. او that we should play. he suggested that she come. ادي هنا الشي. خلي بالك come بدون اي اضافات. دي من الحالات اللي هي يعني تلغبط برضو جدا. خلي بالك من الحالة دي. ان هنا come انت متعود بقى. ده مثلا مضارع بسيط. ده مثلا مضارع بسيط. او ده ماضي او ده اي حاجة. يعني مثلا في الطبيعي ان come مش هتيجي بعد شي كده ابدا. تمام. ان هنا في يعني دليلة هو ان احنا في زمن الماضي. هو اقترح اقترح قديم. فالمفروض هي she came. تمام. لا ده انت هتجيبها في المصدر. حتى لو في المضارع كده تبقى برضو بنفس الشكل. تمام. هنا بيقول لنا فاعل زايد accuse. معناها يتهم زايد المفعول. الشخص ده بيتهم الشخص ده. of verb plus ing or noun. بيتهمه بفعل مضاف ل ing or noun. زي. the police accused the criminal of killing the woman. ان هو قتل المرأة. خلي بالك ليه دايما بنقول verb plus ing or noun. لان احنا عارفين ان ال verb plus ing اصلا بيعمل معاملة النون. verb plus ing اساسا بيتعامل معاملة ايه? معاملة النون. لما كنا درسناها قبل كده ان الفعل عشان نحوله الفعل النون بنحط له ing. كمان عندنا deny يعني ينكر بين في الكلام ده. فاعل deny verb plus ing. برضو درسناها في الترم الاول. the save denied stealing the money. نفع ان هو ايه ان هو سرق الفلوس. هنا بيقول لنا ابول جايزد. ابول جايزد معناها اعتذر. هنا زي ما انتوا شايفين لو فيه فور بيبقى verb plus ing or noun. لو فيه تو بيكون في مفعول. بيكون في مفعول. بعد كده. فور. بعد كده فور. بعد كده verb plus ing. يعني ايه? خلي بالك من الحتة دي. لو انا عايز اقول هو اعتذر لمين? بحط تو والمفعول قبل فور. تو زائد الابجيكت قبل ايه? قبل فور. لو عايز اقول ان هو اعتذر وخلاص اعتذر عن فعل شيء معين بشيل الكلام ده. تمام? ده كل الفكرة في حتتين دول يعني هما مش قاعدتين ولا حاجة. ابول جايز فور بيربلس ing or noun. نفس الفكر ابول جايز فور بيربلس ing or noun. لكن قبلهم تو والمفعول. هي ابول جايزد تو هز تيتشر فور كامنجليت. هو اعتذر لمين? لمدرسه على ان هو جيمة اخر. كنا ممكن نشيل لمدرسه ونقول هو اعتذر ان هو جيمة اخر على تو. ادفايز تو والفعل في المصدر. طبعا هيا في مفعول. ماي ماذر ادفايز دي مي تستدي لان ادفايز من الحاجات اللي بيجي وراته والمصدر. برضو هنا في مفعول هنا. هي شكرت والدتها ايه? على مساعدتها. اجري يوافق فاعل اجري تو المصدر. خلي بقى لك الحاجات دي هي الحفظ في الموضوع. انما الباقي كل كل الكلام اللي انا قلته قبل كده اغلبه حتى الحفظ اللي فيه انت هتتعود عليه. يعني اللي هي مسلا تبقى زاد دي والحاجات دي كلها انت هتتعود عليها اصلا. لكن الجزء دوت بس هو اللي فيه شوية حفظ. تمام? ولو انت مذكر يعني الحاجات الاديمة برضو هتلاقي ان انت حافظ معظم الحاجات دي. حافظ النزاد بيجي وراءه جملة كاملة. ان مسلا ان سجست من الحاجات اللي بيجي وراءه فير بلس اي انجي. ديناي كذلك. وهكذا. دينايك اتأول كلمة اساسا في الجدول بتاع الافعال اللي بيجي وراءه فير بلس اي انجي. تعال لما نكمل كده خلصنا نص الكلام. نص الكلام بتاعنا. دلوقتي هنخش على النص التاني. طبعا في تلتة اعداد انت درست تلتة. مش تنين بس. درست كمان الجملة الامرية. فهنا هناخد بس الجملة الجملة الخبرية وكمان اليه السونو. لكن زي ما قلت لك اتمنى ان انت كمان تراجع على الجملة الامرية. سهلة خالص خالص. تقريبا اشارحها في خمس دقيقة عشر دقيقة في الفيديو بتاع تلتة اعداد. هنا بيقول لنا ايه عند تحويل السؤال بهل. من مباشر الى غير مباشر. لازم ان تكون عارف يعني ايه اصلا سؤال بهل. دي مهمة جدا. يتحول فعل القول كمان. هنا بيقول لنا هتتحول الى اسكد او وانت تنو او انكوايرد او واندرد. طيب يا مستر ايه الفارق ما بينهم? والله هو فارق واحد بسيط جدا جدا جدا. ان اسكد زي ما انتو شايفين لما شفنا في الحاجات اللي فاتت. ممكن نحط وراها تو ونجيب مفعول هنا. وممكن نشيل تو خالص ونشيل المفعول. يعني نقول سد او نقول يعني مثلا زي ما قولنا سد كده. نفس الفكرة هي هي اسكد. ان ممكن نجيب وراها مفعول او ممكن ما نجيبش وراها مفعول. تمام? طيب غصب عننا غصب عننا. لازم ان نحولها لايه? لازم ان نحولها لاسكد. لازم ان نحولها لاسكد. ليه? لانها هي الوحيدة اللي بيجي وراها مفعول. وهنا سد وراها ايه? وراها مفعول. اما الحاجات التانية دي. الحاجات التانية دي كلها ما بيجيش وراها مفعول. يعني ايه? لازم ان يكون سد بس. لازم ان يكون سد بس. كمان اسكد على فكرة ممكن ما يجيش وراها مفعول عادي. فاسكد بتمشي في الحالتين هنا بيقول لنا اسكد مفعول او بدون مفعول هي اسكد مي هو سألني او هي اسكد اف على طول تمام احنا بنربط بايه كل الفكرة ان احنا برضو بدل ما كنا بنربط بذات هنربط باف او وزر اف او وزر وبرضو الكلام ده لو انت سمعت كلامي يعني كده وجدع او انت يعني شاطرة كده وسمعت كلامي وتفرجت على الفيديو اللي انا قلت عليه في بداية الحلقة هتكون فاكر كل الكلام ده وانت تنو كوايرد واندرد لا تطبع ايه بمفعول هي وانت تنو اف اي اي اف اي هوز طايرت ما فيش مفعول نحن في علامات الاكتباس بدل ما كنا هنربط بذات هنربط باف او وزر فيش اي اختلاف ما بينهم بنقدم الفاعل على الفعل بنقدم الفاعل على الفعل طب ليه لان احنا قلنا احنا هنحول في كان عندنا الجملة اللي هي فيها علامات تنصيص دي كانت جملة استفهمية يعني اخيرها علامة استفهم معنا انه جملة استفهمية يعني الفعل الفعل متقدم على الفعل الفعل متقدم على الفعل طيب انا لما اجي حولها لمباشر لما بجي حولها لمباشر بحول الاستفهم ده لنقطة بحول علامة الاستفهم لنقطة فبحولها من استفهمية الى جملة خبرية والجملة الخبرية بتبدأ بفاعل بعد كده الفعل يبقى برجع الجملة الاصل بتاعها حول الجملة من استفهمية الى خبرية الدمائر داخل علامات الاقتباس تتحول حسب الضمائر خارج علامات الاقتباس زي ما عملنا قبل كده فده اي ده كده اي كلام ده مالوش ده يعني تافہ ده ما فيش اي جليد فيه طيب الازمينة من المضارع الى الماضي اذا كان فعل القول المضارعا كما سبق مع ملاحظة للازمينة للتحاول اذا كان فعل القول المضارعا نفس الكلام برضو عشان كده نقولت لك ان الموضوع في فهم اكتر منو حفظ فهم اكتر منو حفظ يعني نفس ده احنا قلنا say says ask asks هو دي الفكرة ان بس المرة دي هيكون فيه ask عشان احنا هنا جملة استفامية او عند وجود كلمة يدل على حدوث الفعل منذ فترة قصيرة جدا زي just now a moment ago الكلام ده يعني او اذا كانت الجملة تعبر عن حقيقة نفس الكلام اللي قلناه بالزبط يعني اربعة وخمسة دول متعاديين في الجملة الخبرية هم هم في الجملة الاستفامية تحول كلمات الدل على الزمان والمكان كما سبق يعني نفس الكلام يبقى ايه الفكرة او ايه الجديد الجديد عندنا الاول ثلاث حالات اللي احنا قلناه تمام لها بتاعت ان اسكد ممكن يجي وراه مفعول وممكن ما يجيش عادي ان باية الحاجات ما بيجيش وراه مفعول ان احنا بنربط بدل بذات بنربط باف او وزر ان احنا بنحول الجملة من جملة استفامية الى جملة خبرية he said to me he said to me do you speak english well do you speak english well خلي بالك ان احنا هنشيل مين هنشيل دو لان هنا هنسأل بدو فهنشيلها لان لما نيجي نحول لجملة خبرية طبعا الجملة الخبرية مفيش دو احنا بنستخدم دو في السؤال لان اساسا ده ايه ده مدارع بسيط فهنا هنعمل ايه هنا he said to طبعا سيت تو وطيلك طالما في تو لازم انتحول لمن لأسكد غزبا عنك اهم اشيل علامات التنصيص هو حط f او وزر فيش اي اختلاف ما بينهم d او d عادي جدا بس اعرف بس شكل وزر عشان ايه ما تطلقبطش ما بين بتاعت التاكس يعني عشان بتاعت التاكس برضو شبيهة بيها فتبقى مشكلة هنا بقى بحول الزمن زي ما عملنا قبل كده ده زمن ايه هنا كان فيه دو دو يعني زمن مدارع بسيط مدارع بسيط بحوله الماضي بسيط لكن بعمل ايه بشكل بقى ده ببدأ بالفعل بعد كده الفعل بابدأ بالفعل بعد كده الفعل قدي الفعل اي فعل اي فاعل اي بعد كده kunsb 되는데 اشمعنى اي لان هنا ايو دي قلتلك لما تلاقي ايو تبصى على مين تبصى على المفعول المفعول هنا كان مي اللي هو انا مي ده انا عشان كده حاولتها هنا الايه لقوي بعد كده اجيب الفعل اللي كان عندنا ده بجيبه في زمن الموضي البسيط وبكمل الجملة عادي لكن خلي بالك اخيرها نقطة تمام هي سد تو مي نفس الفكرة سد تو يبقى ايه يبقى اسكد ادي هنا عندنا علامات تنصيص يبقى بشيلها وحط بدلها افقى وزر تمام بعد كده بعمل ايه بعد كده ببدأ بالفاعل ابدأ جملة جملة طبيعية الجملة الطبيعة بتاعتي بتبدأ بالفاعل بعد كده زمن بعد كده زمن مش هو الفعل بقى بعد كده زمن بعد كده بقى المعلومات بقى تمام هنا ببدأ بالفاعل اهو اللي هو اي ليه لان هنا كان فيه ويو ببص على على المفعول اللي هو هنا مي فمي يبقى ايه يبقى ايه بعد كده كان عندنا كان كان دي بتتحول الى كان بتتحول الى بعد كده بنزل بقى الباقي الجملة عادي جدا بدون اي تغيير ولكن بحط هنا خط هنا النقطة وبخلي بالي من الضمجر خلي بالي من الضمجر تمام عرفنا هنا ان هي هز ازاي لان الشخص ده اللي كان بيتكلم كان مذكر مش هعود احفظ بقى ان ماي بتحاول لهز او هير والكلام ده لا ماي هتحاول لهز امتى لما يكون ده مذكر تحاول لهير امتى لما يكون ده مؤنس نيجي الرقم تلاتة اللي يعني اغلافكم اللي خاصة الناس اللي ما سمعتش الفيديو اللي انا قلت عليه يعني كانوا يروحوا في دعية فيها ركز بقى في رقم تلاتة كده ليه بقى لان هنا هتشوف فانت هتقول ايه بس كده ده فيه ميدو سيد اهي ميدو سيد يبقى احنا هنحولها لإيه لأي حاجة بقى اسكد او اي حاجة من الحاجات التانية مش تفرق بقى لان هنا مفيش مين مفيش تو والمفاول خلي بالك بقى تعال اما نقرأ الجملة did you buy me the bike dad ه ميدو هنا بيكلم والده طالما عرفت مين المخاطب يبقى هنا فيه مفاول يبقى هنا فيه مفاول سواء كان فيه تو او مفيش تو خلاص كده انت عارفت ميدو اسكد مين اسكد his a بيسأل مين بيسأل والده طبعا بربط بإف هذا خلاص بقى تعودنا بعد كده الجملة دي كانت ايه جملة دي كانت زمنها ماضي بسيط الماضي البسيط بيتحول إلى ماضي تام. ماضي تام. بيعمل الجملة بقى. طبعا يو. يو دي بتعود على مين? بتعود على المفعول اللي هو هزداد. هزداد ده مذكر. فياخد هي. بعد كده الفعل عندنا باي. باي في زمن الماضي التام بيكون هاد بوت. وبعد كده بغير مي دي. خليها مين? اخليها هم. مي? اخليها هم لانها بتعود على مي دو. مي? خليها هم لانها بتعود على مي دو. هتشتري لي. فهنا اقول اي? هتشتري له. تمام. هل انت هتزور ايه هتزور عمك هل في هنا اي مخاطب مفيش اي مخاطب فكده ممكن نحط ايه الحاجات التانية بقى بروحيتنا عادي جدا هنت هقول اسامة بده الاسايز يبقى وانت تونو وبعد كده هام ايه ايه اف خلي بالك هنا في ايه في سايز دي زمنها ايه فعل القول زمنه ها فعل القول هنا زمنه مدارع المدارع معنى كده ان انا هعمل حاجه جوه مش هغير الزمن جوه لكن هغير التركيبة الزمن نفسه مش هغيره هنا زمن ايه زمن المدارع المستمر هحافظ عليه لكن اغير التركيبة بتاعتي يبقى هدي هنا F أو Wizard عادي جدا بعد كده حط I بعد كده Am ليه I عشان هنا U دي بتعود علي أنا قلتلك طالما فيه U طالما فيه U وما فيه الشخص مخاطب يبقى أنت عتبر أن الكلام ده موجه لك أنت فهتقول I I طبعا بتاخد Am وبعد كده جونج دول فعل في المصدر عادي جدا وخلي بالك أن هنا Your Uncle هنا برضه U Your Uncle هتبقى My Uncle أنا خايف عليكو بس من الدمائر غير كده الموضوع صعلي جدا لو أنت مركز معي هتكون فهمت الدرس إن شاء الله أدي هنا نقط Note خد بالك من الحاجات ديت أن إحنا عند وجود Do و Does يتم حسفهم ويتحاول الزمن إلى ماضي بسيط لأن دول علامات على زمن المضارع البسيط عند وجود Did برضه بيتم إيه بيتم حسفها ويتحاول الزمن إلى ماضي تام أو يبقى ماضيا بسيطا وإحنا نغيره الماضي تام زي ما قلت لك لأن ولا مرة من الحالات اللي شفناها سيبناها ماضي بسيط دايما بنغيره الماضي تام في سؤال Choose لابد من اختيار الإجابة التي تبدأ بفاعل إيش معنى عشان هنا الجملة أخيرها إيه؟ أخيرها نقطة هي زي ما أنت شايف تمام عندما يكون السؤال غير مباشر السؤال غير مباشر يعني ما فيش علامات تنصيص في إف أو وزر في إف أو وزر في أسكد مثلا كل دي دليل على أن أنت في الجزء الثاني من الشرح بتاعنا اللي هو الخاص بالسؤال فإف هيجي وراها إيه؟ هيجي وراها الفاعل الأول الفاعل الأول مهم جدا دي وهنشوف إن شاء الله كل الأفكار في التدريبات عند التحويل من غير مباشر بقى من غير مباشر إلى مباشر طبعا هتحكس كل الفيديو بقى بتاعنا ده يعني سي سيز سيد هتفضل زي ماي لأنها كده كده أصلا ما تغيرتش أما تيلز هتتحول إلى سيز تو طيب تولد هتحول إلى دي في الماضي تحول إلى سيد تو تحزف زت وتحط بدلها علامات التنصيص اللي انت عملته بتشقلبه بقى بيتم طبعا تحويل الدمائر وظروف المكان والزمان وكل الكلام دوت عكس إيه؟ عكس الكلام اللي قلنا قبل كده هي طولد مي زت هو أخبارني إن تمام؟ طبعا هنا طولد يعني إيه طولد في الماضي بدلها سيد تو طولد بدلها سيد تو بعد كده بشيل زت حط علامات التنصيص بعد كده كان عندنا زمن الماضي التام كان عندنا ماضي تام يبقى أدخل بخطوة الأدام أنا كنت برجع خطوة الوراء أدخل خطوة الأدام يبقى ماضي بسيط هز طبعا هي دي بغيرها برضو الدمير بغيره الدمير هنا غيره خليه آي هو اللي بيتكلم عن نفسه هز هخليها ماي لأن برضو هو بيتكلم عن نفسه على لسانه هو زاويج بفور معناها إيه؟ معناها الأسبوع اللي فات يبقى تمام؟ بس كده بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا اللي يمكن طويل شوية عارف ولكن فيديو مهم جدا وأنا مبسوط بصراحة في الشرحة بتاعه يعني حس إن هو إن شاء الله يكون وصل لكم بصورة كويسة واتمنى طبعا أعرف رأيكم ويكون بإذن الله وصل لكم بصورة كويسة وبإذن الله حتى لو حد فيه جزء لسه مش قوي لسه تسعين في المية لسه حتى عشرة في المية إن شاء الله في التدريبات هكون متأكد بإذن الله إن الشرح بتاع الجزء ده بتاع الجرامر بإذن الله تكون إنت أفلته مية في المية لأن أنا عن نفسنا بحبه وشايف إنه وسهل جدا ومعتمد على الفهم مش الحفظ وأنا بحب الحاجات اللي بتكون كده بصراحة أتمنى يكون الفيديو عجبك ياريت لو عجبك ياريت تسيب لنا لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس ياريت تعمل شير للشرح كله بقى عامة لما تلاقي فيديو كويس شرح كويس بتاعي بتاع غيري بتاع أي حد ياريت دايما تحاول تساعدنا في توصيل الشرح ده للناس زي ما بنعمل كده شير للأغاني ونمبر وان ومافيا والكلام ده نعمل برضو شير لما تكون حاجة مفيدة اعمل لها شير مش على صفحتك الشخصية حتى اعمل لها شير في الجروبات الأماكن اللي الناس بتدور على الشرح ده لأن في ناس بتكون محتاجة فعلا الشرح وما بتوصلش ليه غير متأخر أتمنى لو لسه مش مشترك معنا ياريت تشترك معنا عشان تكبر القناة وعشان انت كمان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول بإذن الله أشوفكم على خير في فيديو التدريبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة